إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السؤال الأول يقول لي هنا اوجد النسبة كيف أوجد النسبة يا بني النسبة طبعا عندي بسط ومقام طبعا لازم أشوف قاسم مشترك ما بين الرقم الأعلى والرقم الأسفل 13 هذه كم 12 على 15 القاسم مشترك ما بينهم أقسم على كم 3 3 قسمة 12 فيها الأربعة و15 قسمة 3 يكون فيها كم الخمس ممتاز حدد النسب المتكافئة ما معنى كلمة نسب متكافئة معنى كلمة نسب متكافئة يعني أقسم هذه على هذه أكتب كده 20 على 5 يكون الناتج 4 و12 قسمة 4 يكون الناتج كم 12 قسمة 4 طبعا سماعك بتقول 3 كتبت لي يا ولد 5 طيب بعد كده أقسم هذه على هذه 20 قسمة 5 يكون الناتج 4 طب و12 قسمة 3 يكون الناتج 4 هذه 4 وهذه 4 يبقى ناتجان ما لهم متساويان معدل الوحدة عند معدل الوحدة يا أولاد لما قولي معدل الوحدة لازم أضع الصغير تحت 5 تحت و45 أعلى طيب معدل الوحدة لابد يكون الناتج تحت واحد أنا عايز أعرف لكل وحدة كم 45 قسمة 5 سماعك بتقول 9 برافو عليك ممتاز طيب السؤال التالي تحويل خمسة متر إلى سنتي المتر فيه كم سنتي ممتاز سماعك بتقول ايه مية نشاطر برافو عليك عندك كيلو متر فيه 1000 متر والسنتي فيه 10 ميلي والكيلو والمتر فيه كم سنتي مية يبقى هنضرب في مية يبقى خمسة نضربها في ألف يكون الناتج خمسة خمسة نضربها في مية يكون الناتج كم خمسمة لأن المتر فيه مية سنتي طيب استعمل البيانات من الجدول المطابق لكتابة نسبة الفوز إلى الخسارة طيب عندي الفوز كم طالع معايا ها سماعك بتقول 10 طيب والخسارة كم ها الفوز إلى الخسارة والخسارة 12 يبقى نكتبها في أبسط صورة 10 إلى 12 يعني 10 على 12 نبس كتبها في أبسط صورة يا أولاد يعني نشوف قسم مشترك ما بينهم ونقسم 10 على 12 قسم مشترك ما بينهم كم اتنين منتاز طيب يبقى 10 على الاتنين فيها كم فيها الخمسة و12 على الاتنين فيها كم فيها الستة طيب معدل الوحدة ل300 ريال لكل ستة طيب هنقسم برضو يا أولاد 300 قسمة ستة يبقى عندي 300 على ستة يكون الناتج كم 50 لكل ايه 50 لكل واحد تمام 50 لكل واحدة يبقى هنقسم على الستة يا أولاد طبعا نقسم على المقام ستة على ستة فيها الواحد و300 على ستة فيها الكم فيها الخمسين أحسنتم بارك الله فيك ستة وتلاتين يارضة بيساوي كام قدم خلي بالك في الاختبار هيجيب لك هنا هيقول لك اليارضة فيها تلاتة قدم هيجيب لك الوحدة خلاص فانت هتعمل ايه اليارضة أصغر تمام فانت هتضرب ستة وتلاتين ضرب تلاتة يكون الناتج مئة وثمانية طيب اتنين ونص طن الطن فيه كم رطل فيه ألف ها رطل ولا ألفين سمعك تقول ألفين شاطر انتبه الفرق بين الطن والكيلو الكيلو ألف جرام لكن الطن ألفين رطل يبقى عندي كم اتنين ونص طن أضربها فيه ألفين ونص رطل يطلع الناتج كم خمس تلافي يبقى اتنين ونص عندي هنا السؤال اللي بعديه الفين ستمائة واربعين قدم تمام عايزة حولها الميل اذا كان الميل الواحد خمس تلاف وكم انا عارف ان انت حافظ الميل الواحد خمس تلاف ومئتين قدم يبقى هعمل ايه اه عندي هنا ده الكبير تمام احوله ل ايه ها لصغير ولا الصغير احوله لكبير القدم ها احوله صغير احوله لكبير هعمل ايه اقسم احول من قدم الى ميل اقسم على خمس تلاف ميتين وتمانين يعني كم يبقى عندي ممتاز نص نص ميل برافو عليك مفهومة كده اولاد يبقى عندي نص ميل ازاي استاذ انا عندي الميل الواحد خمس تلاف ممتين يبقى نصه الفين سبتمية واربعين طيب عندي تمانية واربعين اوقية بتسوي كم رطل انا عندي انا عارف ان الاقية الرطل فيه كم اوقية سمعت بتقول برافو عليك احسنت يبقى عندي ستاشر يبقى تقسم تمانية واربعين على ستاشر يبقى فيها كم ثلاث رطل ثلاث ايه رطل ثلاثة ايه رطل ثلاثة بوصة يا اولاد يسوي كم قدم هنقسم يبقى عندي هيطلع واحد ونص قدم عندي اربع ونص لتر يسوي كم ميل لتر هعمل ايه هقسم على كم على الف طب خلي بالك يا ابني لما تيجي تتحول تقسم على الف وفي علامة عشرية يعني هتحول العلامة العشرية دي هتضربها في كم تضربها في الف يعني هتحرك العلامة كم مرة ثلاث مرات هي العلامة بعد رقم واحد يبقى انا حركها خطوطين تانيين يبقى هضع صفرين يبقى الاجابة 4500 عندي 500 ملي بتحولها المتر يعني هقسم على الف حرك العلامة طلع خطوات الى اليسار لما قسم يا اولاد بعمل ايه بحول وحرك العلامة الى اليسار طب يبقى هنا هتطلع عندي العلامة هنا كم نص متر طيب عندي خمسة وعشرين ونص جرام بيسوي كم كيلو الجرام في كم يا اولاد في الف الف ايه الف جرام يبقى انا عندي من الجرام لكيلو من الصغير لكبير هعمل ايه سمعك بتقولها تقسم يبقى العلامة هتحرك كم خطوة ثلاث خطوات يبقى هعمل ايه هيكون الناتج بهذه الطريقة حط صفر زيادة يبقى حرك العلامة من هنا حركها ثلاث خطوات عندي خطوتين بس هم يبقى حط خطوة جديدة حط صفر زيادة يبقى الناتج هذا تحتوي قارولة على واحد وخمسة وسبعين من مئة لتر من عصير الجزر فكم كمية العصير بالملي لتر ممتاز بربع عليك هضرب في كم في الف احسنت عشان احول من لتر للملي اضرب في كم اضرب في الف يبقى الف وسبعمية وخمسين ملي تلاتة رتل بيسوي كم جرام الرتل الواحد فيه كم ربعمية تتا وخمسين وستة من عشرة يبقى هضرب تلاتة ضرب ربعمية يديني الف وثلاثمائة وستون يستطيع مازن الرجل مسافة مية ستة وعشرين متر في الثانية عامل المقياس في نموذج مركب شراء شراعي مركب شراعي اذا كان مخياس الرسم يساوي اتنين متر اتنين متر يبقى اتنين متر يعني ايه يعني اتنين اضربها في كم ها في الف يبقى او مية المتر في كم سنطي مية صح يبقى واحد على متين واحد على كم متين كتابة مية وخمسين في المية النسبة الماوية اولاد ركزوا معي مية وخمسين في المية يعني مية وخمسين على مية الصفر هذا هيطير مع صفر ده. طيب ايه القسي مشتراك ما بين عشرة خمستاشر وعشرة؟ سامعك بتقول تلاتة هنا اقسم على التلاتة? لا مش بينفع قسم على الا اتنين ها? يلا رد علي اقسم على الاتنين ينفع? ها? ما ينفعش على التلاتة ما ينفعش. يبقى هاتعمل ايه؟ يبقى يسوي تلاتة على اتنين. تقسم على الخمسة. قسم على الخمسة. خمسة على الخمستاشر فيها كم فيها التلاتة وعشر على الخمسة فيها كم فيها الاتنين طيب اكتب اتنين على خمستاشر في صورة نسبة مئوية اتنين على خمستاشر اتنين على خمستاشر تكتبها على صورة نسبة مئوية نكتب كده اتنين على خمستاشر بساوي نون على مية وتعمل ضرب تبادلي اتنين في مية ميتين قسمة خمستاشر يعني تلاتاشر وتلاتة من عشر. اربعين في المائة من سبعين. تعمل ايه? تقسم اربعين على مية وتضربها في سبعين. طير الصفر مع الصفر. وصفر مع الصفر يبقى اربعة في سبعة بكم? تمانية وعشرين. مية وخمسون في المائة من عشرين. نفس الكلام يا ولاد يلا مع بعض. مية وخمسين في المية على مية ضرب عشرين. عندي صفر هنا اطيره مع الصفر ده. وصفر من هنا اطيره مع الصفر ده. اتنين في خمستاشر بكم بثلاثين بطل تعيش بعض الحيوانات انواع الزواحف مئة وعشرون عام وعيش تمساح اربعونة اتنين واربعون في المئة كم يعيش تقريبا يكون الناتج كام يا ولاد هنقرب هل اقرب عدد يبقى اربعة ضرب اتناشر يساوي كام حبيبي تمانية واربعين النسبة الماوية لتمانية من ستاشر يطار التمانية والستاشر هل تمانية نص ستاشر دي سهلة من غير محسب اصلا يبقى تمانية هنا نص الستاشر طب ها ركزت معايا يبقى تمانية نص ستاشر يبقى كام في المئة خمسين في المئة ما العدد الذي يساوي خمسة في المئة من ستين اه بصي معي خمسة على مئة اضرابها في ستين طير الصفر مع الصفر اللي فوق وخمسة في ستة بكم خمسة في ستة بثلاثين طب يا استاذ الناتج تلاتين ليه كتبته تلاتة هنا عندي صفر باجي تحت اهو في صفر باجي احطي العلامة بعد ايه عشرية بعد رقم يبقى الناتج كام يا حبيبي تلاتة الناتج كام تلاتة ما العدد الذي خمسين في المية منه يسوي اربعين انا معايا اربعين ريال وهي نص رقم انا معرفش الرقم كام الرقم نفسه تمانين يا ولاد يبقى الرقم نفسه كام تمانين يبقى نصة لتمانين اربعين يبقى الإجابة كده صحيح انتقل للسؤال التالي كتاب سعره خمسين ريال عليه تخفيض يا ولاد بنسبة عشرة في المية يبقى كتب خمسين احسابها عادي نسبة عادية على مية ضرب بكم عندي هنا نسبة عشرة يبقى عشرة على مية ركز معي عشرة على مية ضرب خمسين يبقى طير صفر من فوق مع صفر من تحت وصفر من تحت مع صفر من فوق واحد في خمسة بكم بخمسة يبقى خمسة هنا تخفيض يعني ايه يا ولاد عندي كلمة تخفيض يعني طرح وخصم يعني طرح أطرح أن السعر الأصلي اللي هو خمسين ناقص خمسة يكون الناتج كم يا بطل خمسة واربعين يكون الناتج كم خمسة واربعين السؤال اللي بعد كده مزياع سعره مية وارتفع سعره بنسبة خمسة في المية يلا خمسة على مية أضربها في مية يالناتج يكون كم يكون الناتج ها سمعك بتقول خمسة ممتاز طيب ارتفع يبقى زود مية زائد خمسة ليه زائد يا أستاذ عشان هنا كلمة ايه ارتفع زادة خلاص طيب يبقى هنا نسبة زادة يبقى النتج كم يا ولاد مية وخمسة نتج مية وخمسة الفرق بين أكبر عدد وأقل عدد هذا اسمه ايه انت عارف ان الوسيط هو العدد الأوسط والمنوال هو العدد المكرر أما المدى هو الفرق بين الكبير والايه والصغير طيب السؤال التالي ركز معي يا حبيبي عندك حاجة اسمها التناسب ايه هو التناسب التناسب يعني تضرب تعمل ضرب مقص يعني اتنين على تلاتة بتساوي سين على اتناشر ركز معي هعمل ضرب تبادلي اتنين في اتناشر بكم باربعة وعشرين اقسمها على كم على تلاتة عملت يا أستاذ واحدة واحدة عملت ضرب تبادلي يا ابني ضربت اتنين في اتناشر وقسمة الرقم اللي موصلته بالسين اربعة وعشرين قسمة تلاتة النتج يكون كم النتج يكون تماني السؤال التالي استعمل التمثيل المجاور لحل السؤال عندك في السؤال يجي لك شكل زي كده يقول لك استخرج الفجوة واستخرج الوضع المدى والوسيط والمنوال إذن يا أولاد عشان أطلع أول حاجة المتوسط الحسابي لابد علي أن أعمل أجمع الأعداد وقسمها على عددها طيب عند أي سؤال يا أولاد يجي لي زي كده لابد أن أكتب الأعداد مرتبة ترتيب من الصغير إلى الكبير رتب الأعداد من الصغير إلى الكبير أي أعداد تجي لي لازم أرتبها من الصغير إلى الكبير بعدين أختار الوسيط فين هو الوسيط يا أستاذ هو الرقم الأوسط الرقم الأوسط الخمسة ليه عرفت زمنين اللي هو الرقم الأوسط طالع معايا هعمل إيه أشتب واحد من هنا كده مع واحد من هنا كده واربعة من هنا مع تسعة واربعة تانية مع كم مع سبعة وخمسة تانية مع ستة وخمسة تانية مع ستة فضل عندك كم في الوسط رقم كم رقم خمسة يبقى اذا الوسيط هو رقم ايه خمسة طيب عندك المنوال ما هو المنوال هو الرقم المكرر الرقم نتكرر اكتر من مرة خمسة ما تقوليش خمسة واربعة غلط الرقم المكرر هو الرقم المكرر اكتر من مرة خلاص اكتر من مرة المدى اطرح العدد الكبير من العدد الصغير يبقى عشرة اكبر عدد عشرة واطرحه من كم من اتنين يكون الناتج كم تمانية بطر السؤال التالي عارف انت المدرجات التكرارية والتنثيل بالعمدة صح المدرج التكراري بيكون يا ولاد يمثل هنا اعداد يعني مثلا يجي كده 7 الى 7.5 من 10 ده كده بمثله بالمدرج التكراري المدرج التكراري لازم يكون الاعمدة متصلة كلها ببعضها كده خلاص يا ولاد يبقى متصلة ببعضها لكن التنثيل بالاعمدة لابد ان يكون كل عمود لحاله كل واحد دركته الحاله عندي ساعة جايب كم اربعتاشر يبقى هطلع بالعمود كده لحد رقم ساعة عندي اربعتاشر وانزل بيه مرة اخرى وهكذا صالح وهكذا لابد ان انا عند تمثيل بالعمل اكتب الاسماء اسفل الاول بالترتيب بالترتيب واحد اتنين اكتبه من اولاد ثم اصل كل اسم بالرقم بتاعه لابد انتبه وانا بوصل عشان ما اطلعش فوق شوية ولا تحت شوية لان الاستاذ رح يخصم مني اذا ما كانت بالتحديد طب يا استاذ انا هنا حمد ما اعرف اوصله بايه حمد جايب مثلا تمانية كيف اوصل تمانية هنا مش هاعرف لا امشي كده بنقاط كده كأنه بعمل نقاط خفيفة بالقلم الرصاص وعد كده اوصل كده ووصل كده وعد كده امسح النقاط دي امسحها خالص ما يكون في خط كده متوصل بتمانية تمام يا اولاد ننتقل الاختبار التالي المقارنة بين كمتين باستعمال القسمة ده تعريف ايه النسبة تعريف ايه اولاد النسبة تعريف النسبة صف فيه 32 طالب شارك منهم 6 يبقى ايه الناتج 32 الى 6 32 الى 6 هنا اولاد السؤال التالي معدل وحدة ل300 ريال لكل خمسة يبقى نقسم 300 على 5 يبقى يكون 60 ريال لكل ساعة معدل وحدة هو التبسيط بحيث يصبح مقامه متساويا للواحد يبقى معدل وحدة لا يبد ان المقام يساوي واحد اذا كاملت المسافة بين جدة وينبع ثلاثة سنطة على الخريطة انتبه ثلاثة ووجد المسافة الفعلية بينما بقياس الرسم واحد على مية خلاص واحد على مية يبقى ثلاثة مئة يبقى المسافة كام يا اولاد ثلاثة مئة تضرب ثلاثة ضرب مئة الناتج 300 عند تحويل الكسر نصف على صورة نسبة مئوية يبقى 50% نصف يتساوي كم 50% عند تحويل النسبة المئوية مئة وعشرين الى كسر مئة وعشرين على مئة يكون الناتج 12 على عشر ازاي يا استاذ تكتبها كده 120 على مية وتصير صفر من هذا يطير مع صفر من هذا يطير يكون الناتج 12 على عشر طب لو قال لي كسر اعتيادي هذا كسر اعتيادي طب اذا قال كسر عشري يبقى 12 كده وتضع فصله كده على معشرية لانها الصفر بعد رقم يبقى 1 و 2 من 10 12 يرضى يا اولاد تساوي كم قدم اذا كانت اليرضى 3 قدم هتضرب 12 في 3 يكون الناتج 36 طيب اذا كان ثمن شراء 3 كرصات 18 ريال فما ثمن شراء 6 يبقى الثلاثة الثمنتاشر ها بتساوي كم 3 كرصات بتلاتة يبقى 6 كرصات تضرب في كم في 4 يبقى 4 في 6 في كم يا اولاد 24 يبقى تقسم 18 على 3 يكون الناتج 4 تمام يكون هنا تضرب في 4 في 6 يكون الناتج 24 خمسة اقدام بتساوي كم بوصة اذا كان القدم الواحد اتناشر بخمسة في اتناشر بكم سمعت بتقول 60 منتاز الوحدة الاساسية للكتلة هي الكيلو جرام من بين 60 كتابا نعرف يوجد 15 كتابا علميا من نسبة المقاوية هتقسم 15 اولاد على 60 بتساوي نون على 100 سمعك بتقول معايا يبقى 1500 قسمة 60 يكون كم اسمعك يلا احسنت 25% بارك الله فيك ننتقل لها السؤال التالي 3 طن بيساوي كم رطل عند الطن الواحد الطن الواحد 2000 رطل الطن الواحد 2000 رطل يبقى اضرب 3 في 2000 بكم 6000 رطل طيب 370 سنتي بيساوي كم متر انا عارف ان انت بتقول المتر فيه كم سنتي المتر فيه 100 سنتي يبقى هنقسم يبقى العلامة هتوضع فين يا ولاد احسنت سمعك بتقول 3 و 7 من 10 العلامة هتوضع بعد رقمان يبقى هنا هنضع العلامة بعد رقمين طيب تحتوي قارولة على 1.5 1.5 من الجزر ما كمية العصير بالملي لتر اللتر فيه كم ملي في 1000 يبقى اضرب في رقم في 1000 ممتاز يبقى هنضرب في 1000 طيب يبقى واحد هنحرك العلامة العشرية دي كم خطوة 3 خطوات برافو عليك يبقى الناتجة هيكون 100 و احسنت 175 اتصر العلامة بعد تلخ خطوة 1 2 3 يبقى هضع صفر زيادة يبقى 1750 ملي يستطيع مازن الرقم لمسافة 120 متر في 24 سنية كم سنية يحتاج لمسافة 360 هنا معدل يا ولاد يبقى اقسم 120 120 قسمة 24 يطلع الناتج معايا كم اذا يا ولاد 120 قسمة 24 يساوي 5 طيب ايزا هنضرب 5 في 360 نقسمها على 360 360 قسمة 5 يكون الناتج كم 72 72 سعر علبة الزيت 19 ريال ثم ارتفع سعرها بزيادة 25% اسمعك تقول حل السؤال ازاي يا استاذ اول حاجة اكتب 25 على 100 تمام اضربها في 19 يلا نضرب 25 ضربة 19 يكون الناتج كم احسنت يكون الناتج 400 75 طيب العلمة هنا فيه اصفر تحتي هيبقى 4 و 75 من 100 طيب انا عندي هنا ارتفع سعرها يعني زاد يعني تزود 19 زائد 4 و 75 يلا نطلع الناتج الناتج كم هيكون الناتج 23 ها و 75 من 100 23 و 75 من 100 ممتاز اعيز الوسيط يا ولاد بتاعي الرقم 3 و 7 و 8 و 9 و 10 سمعك بتقولي ان الوسيط هو العدد الايه الاوسط بطل الاحسن تأخذ رقم 8 ممتاز الكسر الاعتيادي 2 على 5 اكتبه في صورة 100 ازمة كيبقى اضرب 200 على 100 200 على 200 على 5 200 على 5 كم يلا سمعك بتقولي يكون الناتج كم يا ولاد 20 قسمة 5 الناتج 40% الناتج كم يا شباب 40% خلاص طيب 70% من 90 بص يا ابني عشان تعرف حل السؤال ده اعمل 70 على 100 اضربها في كم اضرب في 90 اطير صفر مع صفر وصفر التاني مع الصفر التاني 7 في 9 ها 7 ضرب 9 كم الناتج 63 ممتاز برافو عليك تمام طيب قدر 174% من من هذا الرقم سوالي كده نخفيه هذه حتى نشوف الرقم 174 من 100 174 174 اخليها كم يا ولاد 170 اطير الصفر هذا مع الصفرين هذول يكون الناتج كم اذا يا شباب يكون الناتج كام حبايوي 174 174 على 100 نضربها في 100 طير الصفرين مع الصفرين يبقى اذا الناتج الناتج 174 174 احسنتم خلاص السؤال التالي اطوال ثلاث سمكات كما يأتي 46 53 33 اذا اضيفت سمكة 98 الا يحصل للوسيط اذا اضيفت سمكة فان العبارة الصحيحة تعال يا ولاد نشوف زيادة زيادة في الارقام هل يترى بينقص المنوال المنوال اللي هيقل عارفيني المنوال ايه هو المنوال العدد المكرر هل هينقص تعالوا نشوف كده ما فيه منوال اصلا هل ينقص المتوسط يزداد الوسيط الوسيط هنا ايه لا يحصل الوسيط ما بتغيرش مش هيزداد ولا شيء لكن ايه اللي بيحصل يزداد المتوسط يزداد الايه المتوسط النسبة المقوية لعشرين من خمسين عشرين على خمسين اضربها في ايه في نون على مية يبقى هذي عشرين على خمسين اضرب عشرين في مية يلا اضرب عشرين في مية يبقى كم عشرين ضرب مية الفين الفين على خمسين دار الصفر مع الصفر ميتين على الخمسة فيها كم سمعك بتقول احسنت اربعين في المية ما العدد الذي يساوي خمسة وعشرين في المية من مية وتمانين هتكتب خمسة وعشرين على مئة تضربها في مية وتمانين الصفر هيروح مع الصفر يبقى خمسة وعشر ضرب طمنتاشر يكون الناتج كم يا ولاد ربعمائة وخمسون طيب يا أستاذ ما عندي هنا ربعمائة وخمسين لأن انت أخطأت في عندك لسه صفر باجي هنا لابد تضع علامة بعد أول رقم بعد الصفر الأولاني من جهة اليمين يبقى إذا الناتج كم خمسة وأربعون طيب ما العدد الذي يساوي أربعين في المائة منه يساوي خمسين بص بقى هنا أعمل إيه هنا عايز الكل الجزء على الكل يساوي نون على مية للقانون بتاعي الجزء كم؟ خمسين على كاف بيساوي نون على مية طيب هوصل يبقى هعمل إيه بطل أحسنت شعطر يبقى إذن يا ولاد خمسين على كاف بتساوي أربعين على مية أربعين على مية أضرب ضرب تبادلي يبقى خمس ألاف قسمة أربعين يبقى خمس ألاف قسمة أربعين كم؟ أحسنت سمعك بتقول كم؟ مئة خمسة وعشرون يبقى العدد الأصلي كم كله؟ مئة خمسة وعشرون شطار برافو عليكم هذا اسمه يا ولاد الشكل الأمامي مدرج تكراري ده مدرج إيه؟ تكراري طيب عندي هنا أهداف عشرين ما العدد التكراري المجاور المدرج التكراري المجاور يوضح أهداف عشرين فريق ما هي الفئة الأكثر تسجيلا الفئة الأكثر تسجيلا هذه يا ولاد اللي هي واحد وتلاتون إلى أربعون نكمل باقيات الأسئلة يا ولاد السؤال ده السؤال مهم جدا نركز معاه فيه عندك شكل أمامك هو يقولك من الشكل المقابل أوجد المنوال المنوال اللي هو الرقم أكثر تكراري اللي هو ستاشر الفجوات المكان الفاضي لازم تكتب كلمة بين بين كم؟ بين تمنتاشر و عشرين ممتاز القيمة المتطرفة اللي وقف الحالها في آخر الدنيا هل هذه ولا هذه عندك عشرة تمام؟ الخامة عشرة وقف لحاله بعيد جدا يا ولاد تجمع البيانات ما بين كم أكتب بين خمستاشر و تمنتاشر خمستاشر و تمنتاشر سين على اتناشر يساوي تلاتة على ستة لازم تعمل مقص يا ولاد لازم تعمل ايه؟ مقص يبقى سين ضرب ستة تعمل كده سين بيساوي اتناشر ضرب تلاتة على ستة تلاتة في اتناشر بكم؟ ستة وتلاتين على ستة يكون الناتج ستة كده انتهينا من مراجعة مادة الرياضيات وفقكم الله وحبكم في الله مع السلام